كان انتشار الموجة الثالثة وزيرة الصحة خدت قرار حلو مبارح بالليل في اجتماع ليلي بعد الفطار وربما قرب الصحور ان العزل المنزلي المنزلي في حالات هيبقى فيها عزل منزلي بس الحالة دي عندها نقص اكسجين او مع الاطباء اكسجين يعني فبتعمل ايه قررت انها تصرف انبوبة اكسجين لحالات العزل المنزلي يعني صرف اجهزة الاكسجين للمواطنين مرضى كورونا بالعزل المنزلي الذين تستدي حالاتهم الصحية ذلك ضمن منظومة اصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة ده كلام محترم يعني لو الواحد مصاب لقدر الله فيروس كورونا وعنده مشكلة فيه التنفس والمستشفى قالتله هتعمل عزل منزلي طب هيجيب اجهزة الاكسجين ازاي بيقدم طلب اعلاجه على نفقة الدولة بيتاخد فيه قرار سريعا وبتصرف له اجهزة الاكسجين ده قرار كويس جدا اخباري عن الكورونا خلصت لكن لسه عندنا موضوعات تانية مهمة لكن ارجوكم الاجراءات الاحترازية تستمر معنا انا كل يوم في برنامج المصر فاندي بحذركم الموجة التالتة شديدة العالم لسه بادئ يكتشف سلالات جديدة فيه امصال لسه فيه اضرب بنار تحت الحزام ده حلو ده مش حلو ما نعرفش فيه شركات رئيس شركة فايزر بيوصي يعني هو ما بيطلعش التوصية دي من دماغه كده يعني بيقولك احتمال انا اوصي ان اللي بياخد تطعيم ياخد جرعة تالتة كمان طب ناخدها امتى يا دكتور قالك بعد ست شهور من الجرعة الاولى والتانية طب وبعد كده قالك تاخدها مرة كل سنة وارد بعد كده التطعيم يبقى كل ثلاث شهور كل ست شهور محدش عارف مات البشرية فقدت تلاتة مليون نسمة حتى الان دول المسجلين انهم ماتوا بكورونا لكن فيه تقدرات بطرى ان عدد الوفيات بكورونا اكتر من كده لكن لم يتم تسجله اشتركوا في القناة